معرض عمان للأمن والسلامة والحرائق في نسخته السابعة استعرضت بين أروقته أكثر من 90 شركة محلية ودولية أحدثت تقنيات والابتكارات المتطورة في الحلول الأمنية تأتي مشاركة هيئة الدفاع المدني والإسعاف في المعرض المقام بتنظيم من شركة مسقط إكسبو المعنية بالسلامة والحرائق هو من باب اهتمام هيئة الدفاع المدني والإسعاف بالتواجد في مختلف المحافل لنقل الرسالة التوعوية المعنية بسلامة سكان سلطنة عمان بشكل عام وجود المشاركين تحت مظلة واحدة أسهم بشكل كبير في الربط بين الموردين والموزعين والمصنعين من مجال الأمن والسلامة والحرائق بمتخذية القرار في القطاعين العام والخاص للاستفادة من معرضات الشركات التي تقدم حلولا أمنية متطورة مشاركتنا في هذا المعرض لتقديم المتقات المكافحة الإنذار والحريق بالإضافة إلى توعية الزوار وتثقيفهم في هذا المجال استخدام الذكاء الاصطناعي في الوقت الرهن هو من الأساسيات أو من الأمور التي يعتمد فيها في جميع الهيئات والمؤسسات في قادم الوقت نتطلع إلى العمل في هذا المجال وفي هذا القطاع وتطوير من هذا القطاع في سلطنة عمان صاحب المعرض مؤتمر قدم فيه عدد من الخبراء أوراق عمل ودراسات صلطت الضوء على آخر الاختراعات والابتكارات وتبادل المعلومات والرؤى والتوقعات مع الأفكار الجاهزة للتنفيذ للعديد من الحالات التي تخص الأمن والسلامة والحرائق من المؤمل أن يساهم هذا المعرض في رسم اتجاهات السوق الحالية والمستقبلية في قطاع الأمن والسلامة والحرائق ليتمكن المتخصصون في صناعة من التواصل وتبادل الأفكار في آخر المنتجات والحلول في مجالات الأمن والسلامة بعد التقائهم هنا في هذا المعرض إبراهيم بن سالم الهادي من مركز عمان للمؤتمرات والمعارض بمحافظة مسقر